بمناسبة الاحداث الارهابية بس انا الموضوع ده الحاجة بيدايقني وانا عارف ان وزارة الخارجية وبعض المؤسسات في مصر يمكن بتتدايق مني شوية لما بقولي الكلام ده بس انا انا مواطن يعني انا قبل ما اكون اعلامي بيكلم حضرانكم انا مواطن مصري النهاردة المنظمة المصرية لحقوق الانسان وهي احدى المنظمات اللي عاملة في مجال حقوق الانسان في المصر واللي المفروض انها معتدلة قدر الامكان يعني في مسألة حقوق الانسان اصدرت تقرير قالت فيه كده نصا دولة انا اسف ملاش دولة قطر ملاش دولة عشان الشعب القطري ده غلبان وشقيق وحبيبنا بيزعل قطر ضالعة ضالعة يعني مشتركة يعني ايديها غرزة في ايه بقى في 1286 حادث ارهابي في مصر خلال اربع سنوات تاني قطر غرزة ايديها ايديها ملطخة بدماء مصريين في 1286 حادث ارهابي في مصر خلال اربع سنين انتو مستوعبين معايا الرقم ولا يعني الرقم ما عدي عليكم مستوعبين الرقم مش بقول لكم مثلا في حادثين ارهابيتين في عشر احداث ارهابية في مئة حادث ارهابي 1286 حادث ارهابي يعني كل مصري سقط شهيدا في واحد من الحادث الارهابية دي كل ام كل ام سكلت وكل زوجة ترملت وكل طفل او طفلة اتيتموا قطر السبب والنظام القطر السبب وحمد وتميم وموزة السبب وعشان كده بقول لكم انه في بعض الاحيان الوزارة الخارجية والمؤسسات الامنية في تعابلها مع الملاف الخارج بيزعلوا مني شوية لان انا بقول انا مش مسامح انا مش مسامح الحقيقة معلش يعني هتزعلوا مني على راسي ثانية واحدة يا جماعة لا سمحت انا مش مسامح ومعتقدش اي حد من الشعب المصري مسامح مععتقدش احنا اكتر شعب يعفو ويسامح وصدره رحب ويحب الناس ويعفو عما سلف وكل حاجة الا في الدم الا في الدم تشتمني تهني تتجاوز في حقي تظلمني تسرقني تضربني كل ده اقولك معلش يا حبيبي انت صغير وانا الكبير والكبير بيعفو ومعلش حرب بيك من اول وجديد وتبقى كده محترم ومنضبط لكن الا الدم الا الدم دم ولادي اللي سقطوا في الالف امتين وستة وثمانين حادث دول اللي قطر مشتركة فيها سواء فعلا فعلا يعني هم اللي عملوها بأيديهم او تخطيطا او تمويلا او تدريبا او ايواءا واحتضانا او حتى كفر وتغطية سياسية انا مش مسابح اسامح ليه واحد قتل ابني اسامح ليه واحد قتل امي ولا بوية ولا اخوة ايه في حدثة في كنبلة ترامت في الشارع ولا في حدثة فجرت مدرية ولا في كمين في سينة ليه بقى عمرت ايه مفيش مسامحة يا مصر لا في الدم ولا في العرض الحمد لله العرض محدش يقدر يقرب منه لكن دم ولادي ما قدرش يقول لها عاف الله هو ما سلف فيه ما قدرش ولازم النظام القطر يدفع التمن لازم يدفع التمن انزلوا اسألوا كل امه كل اب ابنه مات واستشهد وتقولوا تسامح النظام القطري يقول لك على جوستي يقتل ابني وسامحوا ليه عشان كده انا بطالب اللجنة الربعية اللي فيها مصر والامارات والسعودية والبحرين اوعوا تتنازلوا اوعوا تتساوموا اوعوا تفرطوا قطر بلاش قطر النظام القطري الحالي لازم يدفع التمن لازم يدفع تمن جرمته في حق الامن القوم المصري وفي حق الدم المصري وفي حق الامن القوم العربي اللي عبث به وتحول الى خنجر في ظهر كل دولة عربية قطر بتعبث في السعودية وبتعبث في البحرين وبتعبث في الكويت وبتعبث في الامارات وركع الايران والامريكا وتركيا وبتنفذ كل مخططتهم في المنطقة بعد كل ده تقول لي سامحها انا على الاقل كمواطن بقول لا انا مش بسامح ودولتي ملزمة انها كمان ما تسمحش الا اذا الجاني اخد جزاوه ودي سنة الله في الارض سنة الله في الارض المجتهد يأخذ ثوابه والمقصر والجاني والمخالف لازم يأخذ عقابه